اشتركوا في القناة وطرق الجراحة وأكيد الأسباب اللي رح نحكي عنها اليوم. أي مثل إنسان بيحتاج هالجراحة هيدة لزراعة الصمامات؟ هلأ اليوم مثل ما بنعرف الجراحة القلب في مرضين كبار أول واحد هو الشرين يلي هي تقريبا 80-85% من الحالات و15-20% هي أمراض الصمامات بيوصل بوضع الصمام لما كتير العوارد عند الإنسان بيصير هالصمام هيدا بيعمل مشاكل بيقدي لأنه نروح بدنا نقول نبدل هيدا الصمام أو نصلح هيدا الصمام نعمله عملية ترميم اليوم عند الإنسان في أربع صمامات اتنين منهم رئيسية واتنين فرعيات بالعادة المشاكل بتصير على الرئيسية يعني نعم نحكي الصمام الأبهر اللي هو أو عم نحكي على الصمام التاجي اللي هو الميترال فالف وكل واحد منهم عنده وظيفة والعوارد تاعته بالعادة أهم شيء بالتشخيص بالصمامات هو فحص بسيط يلي هو الإيكوغرافي طبعا في أبسط منه اللي هي السماعة بالنسبة للحاكم الاختصاصي هيدا أرخص شيء بده بس دينين يسمعوا مظلوح بس بده انتباه كتير يعني وخبرة كتير كبيرة بس هي مع الوقت منصير معاودين يعني لما نسمع الصمام رأسا منعرف المشكلة اللي فيه وأكيد الإيكوغرافية اللي هي الصورة الصوتية للقلب اللي هي سبسيفيك لحتى نشوف إذا الصمام حقيقة عنده مشكلة أي أو لا نعم هلا بالفحص الإيكوغرافي هو الفحص المبدئي بعد ما نكتشف أنه الصمام عليه مشكلة مرات بيكونه صمام واحد مرات اتنين مرات تلاتة لكن بالعادة أغلب الحالات هي صمام واحد ساعتها منفكر شو الأشياء اللي بدنا نعملها بعد كامتليمنتر إضافية كفحصات كفحصات لحتى نحل مشكلة أو نقدر إذا بدنا نعمل عملية لهذا المريض أو هو بعد مش وقته للعملية منكفل علاج بالدواء هلا طبعا من الفحصات فيه كمان الإيكو اللي بنعملها عن طريق النضور هذه بتعطينا أكتر وتحديدا للصمام التاجي بنعرف بالضبط شو وضعه وفيه أكيد السكانر ويعني فحصات أخرى من الأمر آي والصورة المغناطيسية والصورة الطبقية المحورية وهلأ الأشياء هذه يلي نحن منصير نروح لقدام بفحص الصمام اليوم الغالب بلبنان الناس عندها مشكلة على صمامين يلي هو الأبهر والتاجي يابيكونوا مع بعض أو كل واحد بس من أي عمر ببالش تبين هل ما شاكي الدكتور هون عم نحكي عن حالات خاصة بعمر معين أو لا هلأ هي بتجي بالعادي لأعمار صغيرة إذا كان عندهم مشاكل خلقه خلقه هني وصغار أو كان عندهم روماتيزم يلي هو سبب رئيسي لهيضا الموضوع وعند الكبار بالسن لما منطلع فوق الـ 75 بالعادي هي نتيجة التكلس ومع العمر يعني بيصير نتيجة العمر هو بيخليها الصمام يتكلس والتكلس هيدا بيصير ما بقى يحركوا الورايقات تعول للصمام بطريقة مزبوطة وهون بتصير المشاكل تكون موجودة نعم الجراحة هي ضرورية أو ممكن يكون فيه علاجات معينة قبل ما نوصل للجراحة هي الجراحة هي آخر ستاب آخر مرحلة بالعلاج أكيد بالمراحل الأولى هو بدي يكون علاج بالأدوية تدريجة حتى نوصل للجراحة الجراحة إلى توقيت يعني اليوم كيف واحد بده يشبه لنقول الفواكب بدك تقتفيها عن الشجرة إذا أخدتيها قبل بوقت تطلع عجرة ما بتتاكل وبتخليها كتير عقمة بتستوي كمان بتكون ما بتتاكل وعملية القلب عند المرضى كمان إلى تايمينج إلى توقيت إذا قبل ما بيمشي الحال أو ما بيسوى وإذا بعد بيصير عنا مشاكل من ضعف العضلة وتضخم عضلة القلب نتيجة أنه تأخرنا تعب نعم يتعب القلب هذا بيصير أنه منكون تأخرنا على إجراء هالعملية نعم بس دكتور المشاكل كلها بتشبه بعض يعني العلاج هون شو بيعمل شو بيكون هدفه المشاكل بتشبه بعض تقريبا نحنا اليوم لما منحكي على القلب أكتر مشكلة فيه هي مشكلة تضخم القلب أو قصور القلب يلي هي إلا أدوية من مدر البول إلى آخره وفي مشكلة تانية اللي هي كهربى القلب والمشكلة التالتة اللي هي مرات على الصمام الأبهر لما يكون ضيق كتير بيصير المريض عنده إغماء نعم بيكون هلأ نتيجة العمر بيفكر حاله أنه تقدموا بالعمر هو اللي خليسين عنده هالمشكلة هيدا لكن هي حقيقة بتكون فيه عنده مشكلة على الصمام نعم بس بالصمامات يعني نحنا بنسمع تنفيسة بالصمام ما بيشتغلوا منيح الفالف مثل ما تفضلت وذكرت هنه هو للأساس صح حلق هو فيه هنه نوعين من المشاكل فيه ارتخى الصمام يلي بيصير يتوسع وبيصير يهرب الدم يلي هو بالعادي مطلوب يكون مثل سوباب أنه عم بيسكر ويفتح يسمح للدم أنه يمشي على جسم الإنسان كله هيدا مرض وفيه مرض يلي هو التديق الصمام وفيه مرض بيكون التنين تديق مع ارتخى يعني هو التديق القوي بيسبب يعود التنفيس والارتخى على الصمام هيدول الرئيسية بالصمامات يعني هون الدواء بيكون عم بيشد هالعضلات معناتها أو كيف هلأ هو الدواء بيخلي أنه القلب ميت ضخم ليسمح للمريد أنه يقدر يعمل حياته العادية يلي هي المشكلة الرئيسية أنه بيعبه الرواية مي بيصير عنده ديق بالنفس بيبطل فيه يعمل جهد نعم هيدا المشكلة الرئيسية عند المرضى بتكون مبارس صمامات كيف منقدر نستبدل هالصمامات شو الجراحات يلي ممكن تصير هل ممكن تصير من دون جراحة بطرق جديدة اليوم وكيف يعني كل التفاصيل طبعا اليوم هلأ هو الكلاسيك عم نحكي بالجراحة العادية يلي هي فيها منسميها القلب المفتوح وشق الصدر لكن طبعا اليوم الجرح كله منروح على الميني يعني منروح على التجميل أكتر للمرضى تحديدا لما يكونوا بعمر صغير منعملهم جراحات للست منعملها طريقة بشكل تخب الجرح تبعها للرجال كمان هلأ اليوم الرجال والنسوين اتنينتهم بيلحقوا الاستاتيك أنا كان بدي أقول أنه عاكيد بتسيروا سيدات أكتر هادي ما في مهرب منها ما بالنتيجة بدنا نرجع على البات وإلا ولأنه هي أساس هالمشاكل بتكون الرجل فضروري ترجعوا تسيروا هلا هادي وجهة نظر وجهة نظر لذلك نحنا بنقول اليوم باستبدال الصمام جراحيا اللي هي الطريقة الكلاسيك اللي هي الأكتر وتحديدا اليوم نحنا بلبنان نتيجة الأوضاع يعني فيها هذه فيها تكاليف مالية ما حفوط هلا بالشق المالي تحديدا لكن الأغلب بلا ما نفتح البوين اليوم علينا لأنه المشاكل خلي نهارنا منيح ونكافيين كافيين منيح اليوم حقيقة هالصمام فيه نوعين فيه عنا الميكانيكل يلي هو المعدن التيتان وفيه عنا الحيواني يلي ممكن يكون بقرة وممكن يكون من الخنزير لكن الأغلب اللي هلا عم نستعمله هو البوفاين البقر من نقل الأعمار إذا أعمار صغيرة بنحط الميكانيكة اللي هو هيدا بيضاين أكتر الحيوانة بيضاين أقل لكن مشكلة الميكانيكة أنه المريض بده ياخد دواء سيالان مدى العمر ما فيه يوقفه أبدا يعني دواء السيالان بالنسبة لهالمريض مثل الزيت لموتار السيارة إذا ما أخد دواء السيالان ممكن يعرض حياته للخطر وللموت إذا ما عم ياخد الدواء لذلك نحن اليوم بأزمة لبنان منعاني مشكلة من هالموضوع أكيد لهم مع ملاء أدويات حتى صح المرضى بيصيروا يتابعونا أنه حكيم ملقات دواء شو بعمل إلى آخره هلا في بدائل أكيد لكن هيدا أدوية ضرورية أنه المريض يكون مصمد مننا عنده لأنه ما فيه يعيش بلها يلي عنده صمام ميكانيكي ضروري السيالان لأله أما الحيوانة هيدا فيه يمشي بلها بلها أدوية سيالان وتحديدا عند الستات يلي بدها تكون يعني تكون بعمر بدها تجيب ولاد بدها يعني يصير عندها حمل تحبل هون بصير نختار نحن والمريض الأنسب لأله بس أنه أكيد هذا المريض هذا الصمام ما بيضاين كتير بدنا تصير تعمل عملية تانية يعني منحكي هلأ الأوفرول هلأ بالثيرد جنيريشن الصمامات الجديدة منحكي قريبا الخمسة عشر سنة عمره عمره للصمام نعم أبل أن نتابع بذكر المشاهدين بأنه فيهم يتصلوا فينا على السفر أربعة ست أربعات ليشاركونا أو يطرحوا أي سؤال إليه علاقة بموضوعنا لليوم جراحة القلب المفتوح لزراعة الصمامات دكتور أحمد دباغ للهواء دكتور السيدات يعني مثل ما ذكرت حضرتك بعمر الحمل الولادة وغيره ليه بيصير معهم هالمشاكل أساساً هي الأغلب بتكون هيدا يعني من هني وصغار بيصير عندهم مرض الروماتيزم الروماتيزم إذا ما تعالجوا مظبوط بيأثر على الصمامات عند يعني الشباب وهي أكتر بتكون عند البنات من عند الصبيان يعني هالمرض هيدا عشان هيك بيبين معهم بأعمار ثمانية وعشرين ثلاثينات بهالمرحلة هيدا بتصير تبين العوارض المرض ترونها مش هيني يعني مش هيني كلايف ستايل بعدين أو ما فيها نقدي مشاكل يعني اليوم في عنا مرضى كتير ونتابعهم بيكفوا حياتهم عادة هي قصة العملية الوقت تاعتها أنه شيء أربع أسابيع بيعود المريض بيرجع بيمارس حياته عادة رياضة وغيره كله كله عادي عادي شو لازم ينتبهوا هلا أهم شيء غير الدخان هلا هيدا هيدا باح نحكي فيها أنه هيدا سفادو سوا هيدا دخان أوكي بس باقي الأمور هلا أهم شيء الأبيضان بمعنى الملح والسكر هيدول اللي مهمين لأنه الملح بيعمل بيحفظ المي بالجسم والقلب يلي عنده مشكلة صمام هو بده سواء الأقل عشان هنكي منقول الملح لا ومشتقاته يعني لما عم نحكي اليوم نحكي مثلا الزيتون الزعتر الجبن المالحة الكبيس المخلوطة هالأشي هيدا المطوبة تجنب المريض هيدا طريقة أو بالأكل عم نحكي بالطعام رياضة مسموحة كل أنواع رياضة أكيد بس مش الهبي يعني رياضة أهم رياضة هي رياضة المشي ثلاث مرات مثلا بالأسبوع كل مرة ساعة والمسافة خمسة كيلومتر نعم بهال الوقت هيدا دكتور سهر شرب يمكن كحول هلأ السهر تعب أوقات نعم هلأ السهر ما في مشكلة أنه أكيد بس أنه طبعا اليوم اللايف ستايل تاع المريض بده أي إنسان بده يكون صحي اليوم السهر مع الوقت بيعمل اضطرابات بجسم الإنسان إن كان بالنظر إن كان بطريقة التفكير مع عقلك يعني في منهم يمكن هكي ما نشوفهم ما عجبهم كثير هالموضوع بالرجي عننا السهر بليس قال ما دقلهم هلأ عم نحكي عن مريض اللي عنده صمام يعني عم نحكي عن طريقة حياة معتدلة صح فينا نقول بكل بساطة بين الأكل بين طريقة النوم بين يعني كل الأشياء الممنوعة بالطعام الدخان وغيره طبعا اللي هي هلأ نحنا الدخان مش عن شي محروم منه ولكن بده يكون مريض بيخفف مليح بينتبه الحال وأصلا هني هالمرضى هيدول بعد فترة من العملية بينسوا أنه عاملين عملية يعني بالعادي لما بيجوا عم بيراجع مثلا بعد سنة سنتان إلى آخره أو على الفيزيت اللي بتكون مثلا أنويل بتجي بتقوليله أنه بتطلع عشر طبعه زيد وزنك عشرة كيلو أي حكيم مدرشوه كذا بس أنه اليوم زعبر لأنه بيصير يحس حاله إنسان طبيعي يعمل خلص بيفلت دكتور مظبوط أنه نسبة السيدات اللي عم بيصابوا بأمراض القلب عم بتزيد أو هي كانت أساسا بس ما كنا ننتبه لا هلأ هي النسبة كانت بالأول تمنى الرجال لاثنان نسوان نعم هلأ كانوا يتهموا أنه النسوان هي اللي عم تعمل مشاكل قلب لرجال نعم طلعتها النظرية لا مش مظبوطة الأغلب هلأ عم بيصيروا إكوال تقريبا لأنه بالزمان شغل بكل المحلات كانت النسوان ما تدخن قليل كان الرجال اللي يدخن كانوا يعتبروا أنه عيب المرأة تدخن أو الست تدخن لذلك مع الوقت صار أنه النسوان صار يمكن عم يدخنوا قد رجال يمكن أكتر كمانا نمط الحياة هلأ نمط السرس له علاقة والركد والفاميلي هستوري له علاقة يعني بتلاقي مثلا بتشوف المريض بيقول لك بابا وجدة وعمة يعني بتلاقي فيه نوع من ويراتي بالعيلة بمواضيع بأمراض معينة طلعنا براء من موضوع المشاكل القلب بس رجعنا نحن زادت النسبة عنا يعني بعد هلأ هي بلبنان بتقدير ستة لأربعة ستة رجال أربعة نص يعني تقريبا عم بتيد الأمراض بلبنان حاليا حكيم مع كل المشاكل اللي عم بتسير الأكيد اللي نحن اللي عم نشوفه هلأ طبعا اللي نحن هلأ عم نشوفه في عنا مرض جديد على الساحة اللي هو نابع من وراء سترس شوه المرض الجديد هو بالأساس سترس اللي بيأثر على كل أعضاء الإنسان لكن منا أساس التككر دي سرعة ضربات القلب خفقان القلب بيأثر حتى على طريقة الهضم واجع المعدة يعني بيجي المريض لعنا صبية أو شاب انه بتتطلع انه أكيد ما فيه مشكلة تقلب بيوصف لك عوارد هي عوارد القلب بتتطلع بيكون أساس المعدة تطلع على المريض عمله هال بس هاي دي على المدى الطويل بتضر القلب كمان أو لا التكيكر دي متلا التكيكر دي صح هلأ نحن بتاعي بالعضلة مظبوط هلأ نحن هدول المرضى بنعطيهم تريتمون تحديدا إذا كانت ضربات قلبهم فوق المية لأنه مثل ما تفضلت بتاعي بالعضلة مظبوط دكتور أحمد دبخ شكرا كتير لهالحديث عن جد مفيد كتير كان لأن اليوم ضروري الانتباه ضروري من نهمل ولا أي عارض هيدا أهم شيء أهلا وسهلا فيك شكرا لأيك بريك ومن رشا